إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الإخوة والأخوات الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في المجلس الثالث من سلسلة تصحيح العقيدة نتكلم اليوم عن السحر والسحر في اللغة العربية بمعنى هو ما خفي ولطف سببه ولهذا سمي وقت السحر سحرا لأنه يجيء في آخر الليل فهو وقت خفي ولذلك سمي سحرا كما جاء في قول تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون أما في الشرع فالسحر هو عقد وتعوذات ورقى تؤثر في القلوب والأبدان وقد تكون سببا في مرض الإنسان وقد تكون سببا في موته وقد تكون سببا في التفريق بين الرجل وزوجته كما قال الله سبحانه وتعالى عن السحر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه والسحر حقيقة موجودة لأن ربنا سبحانه وتعالى أمر بالاستعادة منه فقال تعالى ومن شر النفاثات في العقد فلو لم يكن موجودا لما أمر الله سبحانه وتعالى بالاستعادة منه كما قال العلماء والسحر هو من صنع الشياطين كما قال الله سبحانه وتعالى واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وتبع الشياطين في تعليم السحر أول من تبع هم اليهود عليهم العنة الله هم الذين تعلموا هذا السحر أول ما تعلموا وكذب اليهود وزعموا أن سليمان عليه السلام كان يحكم ويملك هذا الملك العظيم بواسطة السحر وهذا ما خيل إليهم الشيطان وقال سليمان كان عنده خاتم خاتت احت الكرسي حاكم به والعالم وقال شغل سليمان ده كله كان سحر عشان كده بتلقى الليلة في الحجابات والبخرات والمحايات بتاعت الصوفية بيعملوا لك الرسوم في الحجابات والبخرات وحاجاتهم الشركية دي يقول لك ده خاتم سليمان وده سحر ده ما خاتم سليمان عليه السلام لأن ربنا سبحانه وتعالى نفى هذا الكلام فقال تعالى وما كفر سليمان يعني ما يتعلم السحر اللي هو كفر ولا حكم بالسحر ولا استعام بالسحر اللي هو كفر بالله عز وجل وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فالسحر الذي هو كفر هو من عمل الشيطان وليس من عمل سليمان فاليهود هم القالوا ده السحر ده من عمل سليمان والصوفية الليلة قالوا السحر ده من عمل سليمان بدليل إنهم بيعملوا في بخراتهم ومحياتهم خاتم سليمان ويزعوا منه ويقولوا ده خاتم سليمان ودي نجمة داود وده كله كذب لا ده خاتم سليمان ولا ده نجمة داود وده كتاب مجموعة الأوراد الكبير لمحمد عثمان المرغني مؤسس الطريقة الختمية المرغنية الصوفية في الصفحة 120 هنا عمليم برضو خاتم قالوا ده خاتم سليمان أو خاتم كذا وجايبينه وده كله شغل سحر مما يدول يا جماعين شغل هؤلاء الصوفية الموجود دا فيه سحر ونحن عندنا نادر لهم نتكلم سايا فيه سحر كثير جدا 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 وحتى البسموهم كرامات وهي ما كرامات الكرامات ثابتة في شريعة الإسلام في الدين الإسلامي الكرامات موجودة كما روى البخاري بالصحيح أن أسيد بن حضير وعباد ابن بشر كانا رضي الله عنهما يخرجان من عند النبي عليه الصلاة والسلام فلما يخرجان من عنده صلى الله عليه وسلم كان بين يدي كل واحد منهما نور نور عديل كذا حقيقة ما سحر كرامة من الله سبحانه وتعالى نور يضيل الواحد فيهم قدام كله دا عنده نور عباد بن بشر وأسيد بن حضير عنده بشر قال فإذا تفرقا كل حد تنقس ولواتا تنقس 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 ما بيزول شايله براو أوه جماعة يقول لك لا إن أولياء الله لخوف عليهم ولهم يحزنون لا لديل ما هم دا شغل سحر وشغل شياطين دا شغل شياطين الشياطان هو البضاق البل بريك دا لكي تما بيشوف الشيطان لأنه ربنا قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم برضو تاني برضو في القبب بتاعتهم والأضر حقتهم بتحصل أشياء عجيبة زي ما جاب بتاع جريت الدار وطبعا الجريدة يصبح متخصصة في نشر خزع بلات الصوفية والله المستعان جابوا قالوا قبة منوكنا بعرفوا فكي كبير هنا قالوا في جهة الجزيرة قالوا طلع موية من القبر وده إذا حصل حقيقة طلعت موية دا شغل سحر شغل شياطين أو يكون فيما سورتي حد ضربت بس عرفتها؟ ليه؟ لأنه دا ما شغل أولية أول شي الناس اللي بيبنوا على القبور وبعملوا قبب وأضرحة ويعبدوا القبور دا ما أولية لله سبحانه وتعالى دا الأولية للشيطان لأنه زي ما ربنا عنده أولية الشيطان اللعين عنده أولية كما جاء في القرآن يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا وهناك ربنا قال أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون فالشيطان عنده أولياء بيعمل لهم السحر دا والسحر دا حقيقة موجودة حقيقة موجودة لكنه كفر وهو أنواع منه سحر تخيلي ومنه ما هو حركات وسرعة في خفة اليد بعض العلماء قالوا دا برضو يدخل في مسمى السحر العام ليه؟ لأنه مسمى السحر العام لغة هو كل ما خفية ولطفة سببه فقالوا حتى الماء بيكون بيستعين بيشياطين لكن عنده خفة في اليد مثل الحاوي مثلا مرات تلقاه ساحر بيستعين بيشياطين مرات تلقاه شغل كذب وغش وخداع للعيون وخفة في اليد يعمل ليك بيضة بجاي يطلع ليك بيجاي وغيره ما دخل بجاي منه ما جدعب جاي دا برضو قالوا بيدخل في مسمى السحر العام فالخلاصة الكلام إنه السحر حقيقة موجودة وإلا ربنا سبحانه وتعالى ما أمر بل استعاذ منه والبعصل في القبب دا يقول لك طلع موية والشيخ طلع شنبه وطلع كراعه وصورة الشيخ ظهرت في الضريح فوق دا إذا حصل حقيقة فهو دنوع من أنواع السحر لأن القبب والأضرحة والأمكنة دي لا يمكن تكون مكان للصلاح والعبادة الصحيحة وقد قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابها واصفا إياهم قال شرار الخلق عند الله من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد كذلك السحر جماعة يؤثر يؤثر في الأبدان ويمرض الأبدان وقد سحر النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة رضي الله عنها في البخاري سحره لبيت ابن الأعصم في مشط ومشاطة في مشط ومشاطة والمشط هو المشط حقنا الواحد الذي يسرحه بوضة فشال شعرات وعقد فيها ونفث فيها وهكذا يصنع السحر إن عقد ورقى وتعويز بالاستعانة بالشياطين ينفس فيها فتؤثر في القلوب وفي الأبدان وتسبب الموت والوفاء بإذن الله لأن ربنا قال وما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله شاكد السعيدة عائشة قالت فكان يخيل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي الشيء ولا يأتيه إذن السحر يؤثر يؤثر قال ولا يأتيه وهنا فائدة بعض المستهبلين زي الجماعة العملين فيها قالوا بيسموا نفسهم عقلانيين وهم لا عقل لهم المنكروا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وبكذبوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا والله زي الحديث كيف الرسول يسحر ده دماء دي حديث ما صحيحة والحديث كله بالتالي مكزوة لا 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 ابن حجر والعلماء تكلموا قالوا ليه النبي عليه الصلاة والسلام سحر وما الحكمة قالوا لعدة فوائد وحكم الفائدة الأولى لرفع درجته أعلى وأعلى وأعلى عليه الصلاة والسلام لأن الابتلاء الإنسان بيرفع به ودرجته بترفع فربنا سبحانه وتعالى رفع درجته وهي أعلى درجة عليه الصلاة والسلام درجات ودرجات ودرجات بسبب هذا الابتلاء العظيم ومن هذا الابتلاء الذي يرفع به الدرجات للنبي عليه الصلاة والسلام سكرات الموت كان يوعك ما يوعك شنو الرجلان منكم يعني كان دبل ألم السكرات عند النبي عليه الصلاة والسلام عند الوفاة كان دبل ضعف من سكرات الناس التانين ليه؟ لرفع درجاته أعلى وأعلى صلى الله عليه وسلم وكذلك السحرونة فديه هكمة هكمة تانية قالوا ليعلم أنه ليس بإله وإنما هو بشر ولكنه سيد البشر كما قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه لأن النصارى قال عيسى بن مريم إله وقال عيسى بن مريم ابن الله واليهود قال عزير ابن الله فألهوهم وادعوا لهم البنوة شفت كيف؟ فليعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر كما قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه فكان هذا الابتلاء ليعلم أنه بشر ما إله ثلاثة تشريع للأمة إن السحر حقيقة موجودة أشان نستعيذ بالله منه والعين كذلك حقيقة موجودة أشان نستعيذ بالله منها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام استعيذوا هذا حديث صحيح استعيذوا بالله من العين فإن العين حق فنستعيذ بالله من السحر ونستعيذ بالله من العين ونستعيذ بالله من شر شياطين ونستعيذ بالله من شر كل ذي شر وكذلك من الحكم إنه نزلت المعوذتين من السماء حينما سحر النبي عليه الصلاة والسلام ليرقي بهما جبريل عليه عليه الصلاة والسلام فقرأ له بالفلق وقرأ له بالناس فرقى للنبي عليه الصلاة والسلام فنشط كأنما نشط فقام كأنما نشط من عقال فكذلك تشريع للرقية إن الرقية هي علاج السحر الأمة لتعرف الكلام ده والرقية العلاج للسحر يرقية بالقرآن وليست النشرة التي هي من عمل الشيطان لأنه الليلة الصوفية يقول لك تعالى عليك لك السحر بنمشي له فكيت أنا عليك لك بالسحر ده ده باطل والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر سئل عن النشرة والنشرة هي حل السحر عن المسحور بسحر مثله فسئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان فما يجوز يحل السحر بشنا جمعة بسحر مثله ليه؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام تبرأ من أي أحد ذهب إلى السحر فقال صلى الله عليه وسلم ليس منا من سحره أو سحر له أو تكهنه أو تكهن له أو تطيره أو تطير له ومن أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه الحاكم وغيره فأتشرع للأمة أما الرقية من القرآن هي السبب في الشفاء من السحر وما مختصة الرقية بالقرآن في الشفاء من السحر بس لأنه بعض الرقات اللي أنت أمشي له ويقر ليك قرآن يقول لك لا مرضك ده ما أبتع قرآن قرآن ما بيشفيه ده مرض دكاترة وطبع أننا من أبطل الباطل لأنه ربنا ما قال القرآن شفاء من السحر فغط أو العين أو المس فغط إنما ربنا قال القرآن شفاء عموماً لكل الأمراض مليارية صداع كورونا وجع أضان وجع خشم أي حاجة سرطان لكن دار إيمان دار يقين ماذا يزولي يقول لك والله قال للبغر كله ما نفعت ما نفعت هيته انت ما نفعته مش البقرة ما نفعت ربنا قال القرآن شفاء ما نفع كيف قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وشوف ربنا قال شفاء ما قال دواء قيل لأن الدواء يخطي ويصيب أما الشفاء فيصيب ولا يخطي شكي ربنا قال عن القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وهنا نبه تنبيهين التنبيه الأول إنه الرقية من القرآن ذاته في ناس دخلوا فيها بدع وأباطيل ومحرمات قال لهم الشيوخ المفرغين نفسهم للرقية دين مركز الرضوان للعلاج بالغرآن واستخراج الشيطان وده لهم مشهد لهم ما عندك شيطان بيركب لك وهم من الشيطان في مخك في راسك تمشي تمشي لهم مرة يشوف قروشة كثيرة يقول لا اسمعي موضوعك دائر 23 جلسة والجلسة بـ 3 مليون يعني في 23 بيكم ويقول لا لازم جلسة خاصة تقال لك تجلس مع المرة جلسة خاصة من ذاته بجوز الكلام ده النبي عليه الصلاة والسلام قال ما خلى رجل بامرأة إلا وكان شيطان ثالثهما ده أول مسألة مسألة الثانية ده كضب يا أخي انت عرفتهم 13 و23 كيف انت قشجوا شفتهم الشياطين ده كلام كذب وده ذات نوع من الدجل وشعوزه شفتها شان ما يغشك سايزول مركب له دي جنان صرصنة ولا غيره ومعلق له هفته وخدت له سكرتيرا يأكل قروشك ويأكل منك ملايين ساكت والمصعف كله بـ 120 ولا 200 جنيه يعمل لك جلسة خاصة بـ 3 مليون يجريك صفحة واحدة والمصعف كله بـ 100 جنيه ولا 200 جنيه ياخي ما تفهم بعدين القرآن ده ما يجري لك شيخ فلان القرآن ده شفاء هو مش شيخ فلان هو شفاء لأن القرآن كلام الله مش شيخ فلان هو كلام الله لابد تفهم الحتة دي فلو قرأ ويزول بصدق وإخلاص ويقين ربنا سبحانه وتعالى بشفيك وقد يكون الشفاء الآن وقت الرغية وقد يكون بكرة وقد يكون بعد سنة شاق بن باد قال أحيانا الشفاء ربنا يكتب لك بعد 20 سنة بسبب رقية رقية لك قبل 20 سنة هو شفاء لكن ما معروف ربنا يكتب لك الشفاء بتين فهو سبب لكن ربنا سبحانه وتعالى والشافي والشيفاء ربنا يكتب لك بتين ما معروف كذلك الدعاء فالتفرق الدعاء من أعظم الأسلحة فالتفرق للرقية واتخاذ البيوت ويقول لك أنت شغال شنو شائل شنطة هلافي زي الداية شغال شنو انت يقول لك أنا شغال بتاع رقية ده دك الضاب ما عنده حاجة ده مبتدع الشيخ الألباني قال ما علمت في الإسلام مهنة تسمى براقي ما في طلاقا ما في صحابي وعد كان شائل شنطة هلافي تشغال شنو شغال بتاع رقية شغال بتاع رقية ما في وذاتهم كضابين ذاته أحيانا تلقى عامل ستارة مش أجان ما يعاهل للنسوان عشان خاتي مسجله ومرك مجا في سوق مايو ومشغله ومسجله وما في الشيخ وجماعة قال إنه قاعد وشغال اخرج 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 وده المسجل براو وده اكتبش قبيل مش أتسوق عرفتها؟ والله شوفناهم بيعين ذيل وحدين ذاته اتفتنوا بالنساء وحدين وعد ما كان حبز الغرآن وعامل فيها شيخ رغية وبتاع رغية بيقى الآن بتاع أورغان ولو شئتوا لسميتهم تاع أورغان عديل ودربوكا وكمانجا ومندلين وخلى الغرآن ذاته مرق منه قاعد إليه لأنه أكتر مراكز الرغية فيها فتنة النساء يا جماعة والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ما في فتنة أضر على الراجل ده مش عنده دي والله عندك أي حاجة أي شيء تتغوى دي كله عندك ما في فتنة بالضرك زي فتنة المرب المناسبة واحد تقول لي دي منقبة ولا ما منقبة بين غابة ده فتنة ليك لا أعودهم تفهم المعلومة دي والكلام ده للجماعة العاملين فيها بتاع شيخ رغية دي لا أفهموا الكلام ده واتفتنوا أغلبهم بهذه الفتن أغلبهم اتفتنوا لأنه موضوع الرغية ده النسوان عندين وهم في مخين الوحدة لو ادعتر السايب حجر مرقت من بيتها وجوه بيتها تقول لك اوه أنا عامل اللي عارض أها إلا أمشي لأي شيخ فلان شيخ رغية وذاك طبعا بالملايين بغشا موغد يملص الدهب كل يملص لأي شيخ عنده دهب يا ناس انتبهوا القرآن ده أقرأ براك أقرأ براك أفتع أقرأ سورة البقرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تستطيعها البطلة أقرأ آية الكرسي كما قال شيخ الإسلام فإن قرأها العبد بإخلاص آية الكرسي فإنه لا يستطيع الشيطان ليه لأنه قبل في حدثة بحريرة قال له إذا قرأتها آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدقك وهو كذبر والبخارب الصحيح فزول يقرأ القرآن بإخلاص ما في قوة بتقيف قدامه تاني يا ربنا قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فالناس لو بيذكروا الله ويقروا القرآن ما بيصيبك ذاته شيطان لأنه الشيطان بيصيب الإنسان الغافل عن ذكر الله أما الذاكر لله شيطان بعيد منه قال النبي عليه الصلاة والسلام الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا ذكر ابن آدم الله خنس الشيطان وإن غفل عن ذكر الله واسوس له ده الموضوع كله أما إصابة النبي عليه الصلاة والسلام بالسعر فكان تشريع للأمة مسألة الرقية والرقية تقرى براك أو يقرأ لها زول من محارمة تقرى براه أفضل لأنه عشان ما تطلع من السبعين ألف اللي بدخلوا الجنة من غير حساب ولا عذاب لكن لو الزول ما بيقدر يقرأ وخلاص غلبه ممكن يقرأ له لكن محرمة بالذات النساويين دي يقرأ لا محرمة يقرأ لا راجلها أبوها أخوها لكن تمشي للراجل يقرأ ليها وقد تشتح قدامه وتبقى مشكلة بعدين وده القاعد يحصل الآن ثم أسوأ شيء في مراكز الرغية العقيدة الفاسدة كيف يعني بيعتقدوا بالشيخ الشيخ ده إذا ربنا شفى زول بسببه يا زول النسوان يطلق لك الخبر في الحلة وكمان مع الفيسبوك والواتساب في كلك في النت شيخ فلان والله قوي خلاص بيطلع الشياطين لحد ما بيش يغذاتهم هواهم ونفسهم وهم عندهم علاقة بالقرآن هم دجالين ومجرمين وجهلة وسفلة زي شيخ بشرة قال له وقال مال النتة اللي يمادي وغاش ناس انت عارف هزول ده عنده عصابة بتاعت نساوين عصابة متفق معاهم عمل معاهم انتفاق يفتح بيقول لهم أنا أول ما اتكلم انتو زغرته اي اي زغرته بيقول لهم أول ما اقول سأخرجه إبليس اتو كوركو أول ما اقول كده انت اعمل فيها الدردقي قدامي عشان يلقط الوروش من الناس وشيخ بشرة ده زاته ده زاته قبل كده مشانا نصحناه وجابه ببقي قال أنا والله ايتبت طبعا لأنه قال جبريل نزل في الحلقة قال بتاعته في سوك ستة الحاج جبريل عليه السلام يعني جيخ بشرة الود ده ريبقى نبي لأنه جبريل ما بينزل الله على الانبي والرسل ده ريعمل فيها نبي اخر الزمان قال جبريل نزل لي هنا قال جبريل نزل لي هنا وقال تحرير فلسطين قال اغسن باللع قال تحرير فلسطين باقي ليه ساعات واسه مرة من كلامه ده قريب سنة والحال في حاله الحال في حاله موجود وهذه فلسطين ما تحرد قالوا اقسم بالله قال هذا دجال ولا ما دجال ده دجال ولا ما دجال قال الناس ما تتخذع ساكد يا اخي ايه يزول يقول ليك أنا بطلع الشيطان هداته شيطان تقال الشيطان ده الا شيطان جن في شياطين انس كما قال تعالى شياطين الجن والانس يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورة وكما روى الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر قال لقد رأيت شياطين الانس والجن تفر من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فيا ناس انتبهوا من المجار مديل كذلك علاج السعر ما بيكون بالبخرة البخرة ده ذات سحر هي ذات شغل الشيطان ما بيكون بالمحاية المحاية ده ذات سحر ويوماته جايبين في جريت الدار وفات فتاة توفت ماتت سودانية ماتت ببخرة احد الشيوخ بتاعنا الطرق عبادة القببة الاضرحة وطبعا الشيوخ ده اللي بيقول مجارمة اشان البيت تكحكيح وتقول الشيطان اتخنك ويدو قروش لانه الهم القروش بيكبولهم شطة شطة عمراء في البخرة جوه وفي اليوتيوب موجود المكتب داك بيكبولها شطة تيت والشيخ ماسك البيت من نصة في اليوتيوب وده موجود عندنا فيديو وحمد الله يموسق ماسك البيت من نصة وكامدة بالبطانية ويكبولها شطة جوه في الجمر ويدخنقت دار تموت والجمع يقولوا ده الشيخ اللي هم ده الشيطان انت الشيطان ودي شطة عمراء شيطان كيف فزور كذاب وناس مجرمين استغلوا ضعف الناس وجهل الناس بالدين الاسلامي واستغلهم علاج السحر ساهل جدا اول حاجة اعرف انه السحر ده من الشيطان وربنا قال انك اذا الشيطان كان ضعيفة ما عنده حاجة والقرآن اي آية قرية من القرآن باخلاص شيف له باذن الله سبحانه وتعالى الموضوع انتهى اذا ذكرت الله كثير ما في حاجة بالصيبك لا سحر لا غيره اذا قلت اذكر الصباح والمساء ما في حاجة بالصيبك لا سحر لا كورونا لا اي بلأ لان النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال حين يصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا بالسماء وهو السميع العليم ثلاث مرات الصباح وتلاث مرات المساء لم يضره شيء يقول الموضوع ساهل ما دار له جوطة كثيرة شفت كيف فمن انواع السحر سحر تخيلي كما جاء عن سحرة فرعون وقد آمنوا حسنا ايمانهم وسحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم رموا الحبال والعصي وهي ما تحولت لحياة ثعابين لكن سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم انت سحر عينك بيجد تشوف العكاز ثعبان تشوف الحبل ثعبان لكنه عكاز وحبل في حالته ما تقلب ولا بيتقلب لكن سحر عينك وده بيعملوا الآن عبادة القبب والأضرحة ناس مبتارة ايجوا بالسوق يلقوا جماعة تجارة عندهم قروش وطبعا هم عطال عبادة القبب ده ما بيشتغلوا لا بيزرعوا ياكا في البلع لا بيتاجروا بس بيأكلوا اموال الناس بالدين وبالباطل فبيجوا لأسواد يقوموا زي ذاك بتاع المقطع خال العربية فاضية وراكب فوق والعربية فاضية لاف براه يهو إبليس سائقة بعشي إبليس ثلاثة وسائقة ده الموضوع كله بس عرفته او يكون عامل له وهمة بس وهمة كده بشكل قلبه عرفته احيانا يكون لاف الديريكسون وقابضه بحاجة وكده او سعر بيستخدم السيطان لكن دي ما كرامة من الرحمن لازم تعرف المعلومات دي لأنه دي الماوش كرامات دي الماوش كرامات دي الشغول بتاع شياطين ناس بيدعوا غير الله كيف يكون عندهم كرامات من الله ناس بيكفروا بالله بيقولوا شيخنا هو الواحد الأحد الفرد الكبير بذاته أنا الواصف الموصوف شيغ الطريقتي كيف يكون عندهم كرامات من الله دي شغول شياطين يا ناس لا بد تعرف المعلومات دي وبيصحروا أعيون الناس من نوع السحر التخيلي بخشوك دار تبطل الشغل دي شيخ الاسلام قال لك تقرأ ايت الكرسي بيخلاص والجماعة برضو اللي بدقه في راسه المسامير ناس الطريقة الكزنزانية والطريقة الرفاعية عرفت من الطرق الصوفية يقول لك يدق مسمار في راسه او يأكل جمر زي ما بيحصل في مغابر حمد النيل في مدرمان كله جمعة بالعصر يدخل جمر جي وخشمه ده سحر بتاع الشيطان لو قرأت ايت الكرسي الشيطان ده بيطير والسحر ده كله بتفرتك والمسمار دفرتك لا راسه الشيخ الالباني قال وقد حصلت لي مع هؤلاء زكرة في السلسلة الضعيفة رحمه الله تعالى قال وقد حصلت لي مع هؤلاء موقف حصل لي معهم موقف مع شوخ الطرق ديل ذاتهم في مدينة حلب في سوريا قال يا واحد من شوخ الطرق ديل ذاتهم الصوفية ديل جاء وقال انه بيأكل النار بيخشمه قال فذهبت اليه وكلمته من قريب قال قلت لو اما تسكت عن هذا السحر واستخدام الجن لانه ده يشرك بالله الحابص بن حجر نقل قال ما من ساحر الا وقد اشرك بالله لانه لو ما بيقى مشرك وكفر بالله ما بيبقى ساحر شاكيد قال وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنة فلا تكفر تكفر اول حاجة حتى انبعدك تبقى ساحر فكيف يكون اولياء كيف يكونوا صالحين كيف يكونوا يقول لك نحن من اهل البيت ديل الساحرة ومشركين وكفرة فالشيخ الالباني قال ما يشت له قلت له اما تترك الكلام ده وإلا انا نارك دي ذاته بحرقك بيها قال فابا قال فاشعلت له نارا في عمامته لانه قال بتحداني قال قال لا اشعل النار قال اشعلت له نار في عمة نار عديل كده قال فلما حركت العمامة فخفت على فخفت على الرجل قال اخذتها منه واطفأت النار وشغل كلها تكشفت وقال قلت لا مشي قال شيخ الالباني واظن ان جندب رضي الله عنه جندب الازدي قال لو رأى مثل هذا لضربه بالسيف كما ضرب ذلك الساحر الذي كان عند الوليد ابن عقبة جا ساحر بن يدينه طبعا نزل الطرق دي القدام اللي جرام ده موجود من قديم فجاء عند الملك الوليد ابن عقبة ساحر وشغل لسيف وخاتله ورجل بعمل سحر اعيون الناس وما الكلام ده ما حصل حقيقة لكن اعيون الناس مسحورة بتتخيل الكلام ده وده السحر قال عمش بيك طعر هاس الزول وبرجع له فجاء جندب جندب الخير جاء ذهب الى بيته وجاء من يوم غد ساحر تاني يا بكرة وجاء بسيفه اول ما عمل فيها بيك طعر هاس الزول ورجعه فاخترط سيفه وقطع رأس الساحر حقيقة وقال ان كان صادقا فليحيي نفسه فطوالي الملك قام نادى السجام بتاعه كان اسمه دينار والقصة دي صحيحة صحها الالباني فنادى السجام بتاعه اسمه دينار وقال لا دخلوا سجن كيف عملك تلزول قدامه اول ما دخلوا سجن وكان دينار رجلا صالحا ده الشرطة بتاع السجن فاول ما دخلوا قال والله ما مثلك يحبس فقال له هل تستطيع ان ان تهرب قال لا استطيع وقام هرب عرفته وقال حد الساحر ضربه بالسيف لكن هذا الاثر كمرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام ضعيف اما موقوف على جندب هو صحيح كما حقق ذلك العلامة الالباني رحمه الله تعالى طيب فخلاصة الكلام يا جماعة الناس ما تتخدع يقول لك دي كرامة ونحن اولياء ونحن من اهل البيت كالضابي لا من اهل البيت دي كرامات ولا دل بيشبه الاولياء دي الاولياء شيطان بخلاصة الفيديو دي انا دار صليها لانو دا البيمس والبيخرب عقيد الناس الليها هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والي وصحبه وسلم